اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد ان تكشفت كل اوراق الانقلاب وخاصة المخلوع الذي كان يزرع الفتن بين القبائل ابان حكمه القبائل اليمنية في مختلف المحافظات رفضت الانقلاب احارفت الميليسيا وقدمت الكثير من اجل استعادة الدولة المنهوبة من الانقلابين وكان لقبائل طوق صنعاء وبقية المحافظات اسهما كبيرا في مساندة قوات الجيش الوطني في التقدم في مختلف الجابهات اخاصة الجابهات المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء التي شاركت بقوة في الدفاع عن الوحدة واستعادة الشرعية ولتزال معظم القبائل تمثل صمام امان للجيش الوطني وتخوض معارك شرسة ضد الانقلابين ويرى سياسيون ان المخلوع فقد الكثير من القيادات القبلية التي كان يعول عليها كثيرا بعد ان ايقنت تلك القبائل انها امام مخطط يهدف لتدميرها والنيل منها ومن مكانتها ويرى الكثير من المراقبون ان القبيلة لعبت دورا مهما وستلعب ايضا ادوارا بارزة خاصة قبائل طوق صنعاء التي ستكون عونا للجيش الوطني والشرعية في استعادة العاصمة المنهوبة في ظل تحقيق الجيش الوطني انتصارات ساحقة وسيقلب الموازين على الميليشيا وسيغير من سير المعارك بعد ان اصبحت قوات الشرعية على تخوم العاصمة صنعاء لاقتحامها واكتثاث الانقلاب واعادة الحق لأهله عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني اشتركوا في القناة أيها الأخوة نرحب معنا في السيديو حلقة الليلة من المرنامج بالشيخ عبدالله بن علي صعتر عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء وأحد أبرز القيادات السياسية والقبلية أيضا نرحب بالشيخ سعد الجرادي وقياد بارز أيضا في أقليم تهامة وأحد مشايخ محافظة تريمة مرحبا بكم ومعنا في هذه الحلقة الشيخ عبدالله وشيخ سعد ويعني نبدأ من الشيخ عبدالله لأن الشيخ عبدالله في صنعاء يعني عملية المقاومة في صنعاء وصنعاء هي الآن أيضا نقطة ساخنة حقيقة في المشهد اليمني حدثنا عن جهود المقاومة الآن يعني في صنعاء ما الذي تواجهونه وكيف ترتباتكم في صنعاء الآن كيف ترتبات القبائل الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القبائل المحيطة في صنعاء لأن يكون المشاهد على خلفية ما الذي يمكن أن يقوم به القبائل من مأرب من صرواح إلى الشرزة على بعد حوالي 15 كيلو متر هذه قبيلة خولان والطريقة من صنعاء إلى مأرب الطريقة الثانية عن طريق نهم تمتد أيضا من حدود آل شبوان في مأرب إلى أن تصل إلى ثومة بعد نقيل بن غيلان هذه القبيلة الثانية وهي موازية لها وتدخل أيضا إلى صنعاء إلى ثومة ثومة كم تبعد عن صنعاء؟ ثومة يعني باقي حوالي بعدها تدخل قبيلة بن حارث من جهة بن الحشيش نعم نوجد القبائل التي الملتصقة بصنعاء مباشرة لكن هذه أيضا نهم مؤثرة تضرب إلى صنعاء صحيح وأرحب يعني أرحب ليست ملتصقة بصنعاء الملتصقة بصنعاء همدان همدان نعم الذي هي يعني فيها العرة أقرب مكان إلى مطار صنعاء وفيها الشملان وظلاء وعصر يعني ووادي ضار الآن لأصبحت جزء من صنعاء نعم وبني مطار الذي منها إلى قاع العلوفي داخل صنعاء وحدة وبيت بوس وبيت صنعاء هذه الجهات تعطينا الجهات هذه مطار جهة المطار جهة الغرب أي يعني همدان تمر بها الطريق المرة إلى حجة وإلى صعدة وإلى عمران وطريق الأخرى من همدان أيضا تمر إلى المحويت والطريق ثالث الذي تمر إلى حديدة عن طريق همدان موجودة في عصر بني مطار يعني من عصر من خارج عصر إلى أن تصل إلى الحيمة طريق الحديدة هذه تحت سيطرات قبائل بني مطار سنحان الطريق الذي يمشي من صنعاء إلى تعز وبعدها مباشرة بلاد الروس سنحان لجهة تعز يعني جهة تعز وجهة مأرب من جهة اللي هي الجهة اللي تمشي إلى خولان إلى شر القبيلة منها أنت أي جهة؟ أنا من قبيلة يا همدان أي جهة؟ يعني في واتي ضهر يعني في جهة الطريقة اللي إلى صعدة وعمران وحجة يمر من عندنا الخطر وإلى المعروف من الشمال الغربي شمال ومن الشمال الغربي إذن هذه القبائل كلها محيطة بصنعة بصنعة وبني حشيش طبعا كيف موقف القبائل هذه الآن؟ الآن كيف موقفت؟ ما كنتم مشهت قبائل لكم يعني تواصل معهم؟ كيف موقفهم الآن؟ هم الآن يعني كتائب في المقاومة الآن موجودون من القبائل هذه كلها؟ أي من القبائل موجودون شهيد لدي ثلاثة أولاد هناك الآن في مأرب والذي من قريتنا أعداد كبيرة جدا منهم ضباط وأفراد ويقاتل من قبيلتنا قاتلنا قبل معنا شهداء من الأول في قاتل وليقاتل أرحب لكنا نتكلم عن صنعة ما يحدث في صنعة لأن صنعة هي الآن الهدف في استعادتها وتحريرها حقيقة منها الغزاة من داخلها؟ نعم مغامرة غير محسوبة إذا كان من الداخل نفسه لكن من الداخل يعني يمكن يعمله خلخلة يمكن يكون عمليات في قلب صنعة القديمة تاريخية لا صنعة القديمة تاريخيا هي عبارة عن دائرة من 20 دائرة انتخابية صغيرة جدا يتوسع على صنعة طيب كيف كيف المطار يعني مقرب القبائل للسيطرة على المطار يعني الذي أقرب إلى المطار هي بلين حارث نعم وهمدان وأرحب أرحب صحيح ليس ملاصقة لكن معها جبال يمكن يمنع مطار صنعة من تحرك أي طائرة من الصمع من مجرد أن يسيطر على الصمع يعني استراتيجية عسكرية أي وبالتالي هناك قبائل الذي أقرب الآن إلى المقاومة بلين مطار مثلا مسيطرة على جبل عيبان والجهة الغربية لكنها لا تزال بعيدة من المقاومة كيف في تواصل بينكم في تواصل بينكم طبعا نحن نشكل 48 عضل في المجلس الأعلى للمقاومة مقاومة صنعة مشكلة من كل قبائل الطوق والكتائب العسكرية من كل القبائل بلين مطار موجودون في كتائب في الجبهة في نهم موجودون الآن عندنا الجبهة التي دخلت محافظة صنعة خرجت من عصر التي بدأت من حريب نهم وجبل صلب بعدها جبال قرود بعدها وجبل منارة ويعني الجبال الأخرى الذي هي القتاب وغيرها ثم إلى الميمنة جبال يام جبل يام يمتد لستين كيلو يعني من فرضة نهم إلى الجو طيب الآن القبائل في هذه المناطق طيب شيخ عبدالله شيخ سعد يعني هذه القبائل حق المحيطة بصنعة هل فيه قبائل منها الآن صامتة يعني تنتظر من يحركها مثلا يعني محايدة حتى الآن أو على الأقل ما تحركت إلى الآن أولا لابد أن نوضح يعني الاتجاهات للقبائل سنحان وبلاد الروس من جهة الجنوب يعني تدخل إلى نصف العاصمة نعم بني مطر وهمدان من ناحية الغرب والشمال الغربي تدخل إلى أيضا نصف العاصمة نعم يعني بني الحارث أيضا من جهة الشمال تدخل إلى نصف العاصمة إلى نصف العاصمة بني حشيش من ناحية الشرقية تصل إلى إلى بب شعوب يعني إلى أحد الأبواب الرئيسية لسور صنعة القتل هكذا أيضا خولان وخولان تنقسم بني بهلول وخولان مدينة خولان أيضا من جهة الشرق فهذا المحيط طبعا أنا أكد لك أن كل القبائل اليمنية ترفض الإنقلاب ترفض الماليشيات هذا معروف في قصور في أعمالية التواصل وأيضا كما قال الشيخ عبد الله الأخ العزيز الشيخ الذي أقدر مننا على التحليل بحكم النوم من المنطقة وإذن برلماني وسياسي له تاريخ يعني وطني مشهود له فاليوم اليوم فرصة تاريخية بأننا نحرك هؤلاء القبائل بعمل منظم وعمل من عدة من عدة اتجاهات أولا لا بد أن نوفر المرتبات يعني المتقاعدين والمرتبات للجيش الوطني أيضا وإلى يعني الموظفين داخل المناطق التي بازالت محتلة هذه جزء من المعركة هذا أهم ما يجب أن نعمله إلى جانب أنه التضارس في هذه المناطق يعني التضارس فينهم أو الجبل والتبا فينهم ما يساوي محافظة لا بد أن يدركوا أيضا التجمعات والكتلة السكانية في هذه المناطق تمنع عملية التقدم الشرعية لأنه يعني الشرعية حريصة على دماء الناس وعلى دماء الأبرياء شيء خليش الشيخ عبدالله يعني تلتقون أنتم كمشايخ وقادة للمقاومة جمهة المقاومة في صنعة في لقاءات بينكم في اجتماعات بينكم في تشاوه الأعلى في لقاءات مجتمرة أين تجتمعون في مأرب المقر المجلة تأتون من صنعة إلى مأرب وتجتمعون وترجعون لا مش في صنعة المجلس الموجودون هناك الموجودون في مأرب الذي في صنعة لو جاء يصعب عليه أن يعود يمنعونا ولا كيف يمنعونا ويقتلونا يعتقونا ويقتلونا ويخربوا بيت ويفجروا بيتها يمكن يفجروا منزلة لكن التواصل مع الناس و يعني المشايخ القبائل اللي في صنعة لا يستطيعون أن يذهبوا إلى مأرب الآن لا يستطيعون الذي داخل المحاصر لكن موجود عدد كبير جدا محاصر محاصر يتهربوا أيضا كيف عملية تحريف الآن مثلا كثير من المشايخ يختفي في أماكن معين لأنهم طارد وربما لو وجدوا قتلوه وبعضهم فجروا منازلهم وبعضهم معتقلون كثير يعني من الوجهاء معتقلون والبعض قد ما شمعتقلون مختطفون يعني مختطف يعني يختطف والبعض قد يكون صامت ليس من باب الصم منتظر للحظة لأنه التجارب الذي عندنا مثل عتمة مثل مثل اب في الشعار والأهمون عندما يقاتل في منطقة مطوّغ من عدة جهات تدعي بتكون المسألة لما تنتهي ذا غيرونتها صحيح وبالتالي فإننا نقول أننا نركز الجواب من المنطقة التي نحن فيها فيها تواصل فيها خطوط الإخلاء لو في جرحة لو في كذا خطوط الإمداد وأيضا لا بد أيضا من التدريب ولا بد من التخطيط يعني أن القبائل كقبائل لما تعرف يعني مسألة التخطيط تهجمها كذا وقد لا يؤمن الميمنة والميسرة ويرائي الألغام ويرائي كم عدد أبراد العدو وخططها وما هي الأسلحة ومنوعية الأسلحة الذي عندها وكم قدراتها وما هو الذي يحتاجها ما الذي تناقشون في اجتماعاتكم تطرح من ماذا نطرح مثلا احتياجات المقاومة في المناطق التي بدأت فيها المعارك يعني أنا مثلا أصل إلى منطقة معينة وسيطر على جبال لكن ما فيها طريق أحتاج إلى آليات للشق في مناطق تمنعنا الألغام نحتاج إلى يعني أن نأتيب كاسحات ألغام في مناطق معينة مثلا تتوسع الجبهة نحتاج إلى أفراد كثير للسيطرة عليها لأنه عندما أنا عندي مثلا خمس كتائب وعندي خمسة مواقع أضع في كل موقع كتيبة عندما يصبح عندي خمسين موقع وما عندي إلا الخمسة الكتائب أحتاج إلى خمسين كتيبة وبالتالي أنا بحاجة كل ما توسع أحتاج إلى أسلحة أكثر تغذية أكثر بلابس أكثر إلى آليات يعني لأننا الآن تجاوزنا هذه المناطق اللي كانت سهلية سهلة في مأرب وأصبحنا في مناطق جبلية يعني حتى كاسحات الألغام يصعب أن تصل إليها حتى الألغام بعضها ليست معدنية حيث يكتشفها الجهاز لأنها بلاستيكية إيرانية بالتدريب من إيران وبالتالي تنفجر في الذي ينزع الألغام وأكثر من 13 واحد في جبليان في قطعة كبيرة صغيرة منه طبعا المسافات التي قطعتها المقاومة ومسافات كبيرة والارتفاع شاهقة طيب شيخ سعاد يعني هنا نتساءل المعروف أن الشيخ القبيلة يعني محوري في القبيلة يعني يعني خطاب منه كلمة منه يعني وشيخنا خطيب جامع أيضا ليس كذلك كنت خطيب جامع نعم يعني تؤثر في القبيلة تؤثر في المواقف شوف والكتلة القبلية في اليمن قوية جدا يعني ليست سهلة يعني لا من حيث المساحة الجغرافية ولا من حيث العدد ولا من حيث التسليح ولا من حيث التجربة الحربية أيضا أولا القبيلة في اليمن أو القبيلي في اليمن أو شيخ القبيلة في اليمن القبيلة في اليمن جزء كان لها نظام وقواني صح يعني تحمي المرعة تحمي الحقوق تحمي الدماء تحمي أيضا أيضا لا جانب أعمال اجتماعية الفقير لا يمكن يكون فقير في القبيلة يعني الذي بلا زواجة حتى يعني القبيلة باليمن قيم وإخلاق وهذا تاريخ ورثنا من ألف سنة من قبل الإسلام والرسول أتاك تم مكارم في الجزيرة العربية كلها ولذلك لكن من يوم وصلت السلالة الرجعية الكهنوتية حاولت أن تمسخ بهذه القبيلة وبشيخ القبيلة من يوم مصر علي عبدالله صالح المخلو علي عبدالله صالح إلى السلطة أيضا مسخ بهذه القبيلة وبدأ يشتري بعض المشايخ وبعض المشايخ الذين أمصعوا له قوم مشيخات أخرى وحاول أن يضعف هذه المشيخات أيضا خلق حروبا هذه القبيلة من أجل يتخلص من هذا الشيخ أو من هذا السياسي في هذه القبيلة هناك مشكلة والحديث عنها طويل جدا لكننا اليوم ممكن نستعيد إخلاقنا كقبائل ممكن نستعيد مجدنا كقبائل ممكن اليوم وصلنا إلى مرحلة الخطر وصلنا إلى مرحلة المجاعة وصلنا إلى مرحلة الفقر وصلنا إلى مرحلة الإهانة والامتهان بالقبيلة وبشرف القبيلة علينا فعلا أن نركز على جانب القبيلة الشيخ عبدالله يقول بأنه إذا عندنا خمس كتائب يعني مسكت خمسة مواقع وعندنا الآن خمسين لماذا ما نحرك القبيلة ليكون البديل الذي يمسك الجبال قدام الجندي والجندي والكتائب تستمر في عملية الزحف ولذلك إحنا قادرين اليوم نحرك الجانب القابلين نحركه بعدة وسائل أخي اليوم بعد ثلاث سنوات من يوم أختطفوا السلطة واختطفوا الوطن واختطفوا اليمن ما هو الذي أن تجولنا أن تجولنا خراب دمار المنازل يعني تميع التعليم يعني مذهبية التعليم أقصد أنا بأنه مطلوب اليوم ثورة شعبية للقبيلي ولسكان الجبال وسكان التهائم لكل أبناء اليمن اليوم مطلوبك قوى سياسية وقوى قبلية أن نحرك الجماهر إلى جانب نحن نطالب من السلطة الشرعية الآن تتحمل مسؤوليتها أمام مرتبة الجيش ومرتبة الموظفين سواء كانوا في المناطق المحتلة أو الموجودين في المناطق المحررة شيخ عبد الله أيضا تمارس الخطابة إلى الآن أو وقفت إلى الآن يعني كيف تقومون بدوركم أنتم كخطبات هل هناك عندكم فرصة فعلا أن تقول شيء خاصة اللي في داخل صنعة استطيعوا أن في المناطق المحررة تتكلم مثلا في القناة الفضائية تشتغل في وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا نراعي مسألة أنت عندما تريد أن توجه الناس تريد أن توجههم إلى أن ينتظبوا في المعركة إذا أصبحت مجامع قبلية غير مرتبطة بالجيش الوطني تصبح كارثة يعني يصبح جماعة أبو فلان جماعة أبو فلان لا نحن نريد أننا نكون جيش وطني وبالتالي حين القبائل كلهم نلزمهم ألبس البزة العسكرية وشارك ونرتب أمورنا هذا الجانب الأول الجانب الثاني ذكر الشخصات جزاها الله خير مسألة الرواتب يعني والرواتب أيضا تحتاج إلى البصمة يعني إلى نظام البصمة وتحتاج إلى كده حتى لا يكون هناك يعني أضعاف الجيش اللي في الجبهة جيش يعني محمول وقت الرواتب وقت الرواتب يعني هذا العمل جاري إضافة إلى ذلك مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لخاتم الحرمين الشريفين ونائبيه وحكومته والشعب السعودي والأشقاء في الخليج على ما يبدلون لكن أيضا يعني نحتاج أن يكون عند اليمني شعور أن هذه قضيته أها بس قضية التحالف بس أكفي نقطة معينة يعني نعم إلى أي مدى وعي المواطن اليمني هناك بأن هذه المعركة التي يقودها التحالف هي مع حركة قادرة وليست عدالة هل هناك وعية؟ ماذا تقوم من هناك؟ لأن إعلامهم هم يمثل الجيش الشرعي والحكومة الشرعية والتحالف بأنهم معتدين وهم الذين جاءوا من طهران ليسوا معتدين أنا أقولها بمرارة القنوات الفضائية لأهل السنة معظمها عند الغناء وعند الأفلام الترفيهية أنا الآن أريد أن أبينهم عندهم كم قنوات فضائية شغالة ليل نهار تعبية مدى التحالف مدى عدوان طيب لو أننا نحن نوعي بالتوجه المعنوي أنا راجع من الجبهة تقومهم الدورة إيه بالتوجه المعنوي شغالة أنا راجع من الجبهة يوم السف عادة أنا رجعت يعني من مأرب من الجو زرتهم أربع مرات المواقع كله وفي ميدي أربع مرات ونذهب لكن أنت بحاجة إلى أن تبعين له هذا ليس بعدوان وإنما قيام بواجب شرعي من أين أن هذا التحالف قام بعد مبادرة خليجية تبنىها الملك عبدالله رحمه الله وتم التوقيع عليها ووقع عن الحوثيين حسن زيد ووقع عليه عبدالله الصالح بنفسه فبغى طرف على الثاني والله تعالى قال وإن طائفتهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فالقتال الشرعي هو الذي تقوم به المقاومة بقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم ويقوم به التحالف أماهم ليس لهم شرعية ما شرعيتهم لا يدافع عن دين ولا يدافع عن عر ولا يدافع عن مال ولا يدافع عن سلطة شرعية ليس له لا شرعية ولا شريعة ولا قرارة دولية نحن معنا الشرعية الداخلية التي هي مخرجات الحوار وعندنا الشرعية الإقليمية البادرة الخليجية والتنفيذية وعندنا الشرعية الدولية الذي هو القرارة الدولية والقرارة 22 ستاة وعندنا الدليل الشرعي أن التحالف قام بقتال البغاة وأن المقاومة تقوم برد العدوان هذا الكلام يتم توعية الناس بين لأنه خطير هو يقاتل هو يقول له أنت تقاتل معتدي خارجي غازي وأنت شاهدهم إلى النار تمارسون هذا الدور الشيخ نعم يقول ويكتبون يكتبون شعاراتهم الشداء على الكفار نعمل بقدر الاستطاعة بقدر إمكاناتنا طيب شيخ سعد موضوع موضوع الآن المناهج الجديدة التي يعني ما دوركم في توعية بناء القبائل في خبث هذه المناهج وتلويث المدارس أولا توعيتنا لأبناء القبائل علينا كسلطة شرعية وكتحالف أن نطبع منهج وأن نوصله إحنا لا يوصله حتى إحنا الآن سلطة شرعية معترف بنا دوليا والمنظمة التي دعمها هذا دور الحكومة الشرعية الآن بس خلينا دور القبائل أنا أريد دور القبيلة والشيخ القبيلة في توعية الناس هذه القرى الموجودة فيها الآن المدارسية قرى تحت المدرس الآن مطلوب أن نوصل منتبه وأن نقوله درس المنهج السابق حتى لو كتبنا وكتابها أنا بدورك أنت كشيخ قبيلة الآن هذه مهام الحكومة الشرعية ووصلناها الرسالة أنا أقول لك الآن دورنا في المناطق التي تحت سيطرتهم الناس البسطة لا خلق معي إحنا نتواصل إحنا رافضين لهذا هم رافضين لهذا التعامل مع هذا لكن أيضا لا تنسى أنه مطلوب تقصير أجل الإنقلال حتى لا يخلقوا لنا شباب جدد يكونوا أشد من الأولي علينا أن ندرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل وقتل ويدافع عن عقل جمل يعني أنظمينه في الجنة اليوم إحنا نقاتل وندافع عن جمل نهب بما حمل اليوم علينا أن ندرك تماما أيضا إلى جانب التحالف العربي التحالف العربي للمملكة العربية السعودية هل راحت تعمل مناورة في الحدود تهجم على صعدها أما الحوذيين بعد انقلابهم على التوافق وعلى مخرجات الحوار هم الذين يساروا عملوا مناورة على الحدود السعودية كامل وبدأوا في قناواتهم يقول لك إحنا لازم نطهر مكا كما يقولون لا بد ما نحرر للسعودية لا بد ما نسيطر على النفط هم المعتديين وعلى اليمنين يدركوا تماما التحالف العربي أولاد عمنا وأخواننا يعني شاركون الهم ودافع عن بلادهم ودافع عن اليمن وعن الشرعية وعن المبادرة وهم هم المعتديين وهم يوما وصلوا إلى صنعة عشرين طائرة كانت تصلوا بالنسبوع ومدري في اليوم الواحد إلى مطار صنعة أسلحة من إيران نعم أختبط مع الشيخ عبدالله أن الوقت تنتهي حقيقة الشيخ عبدالله يعني كيف تبدو لك الأيام القادمة فيما يتعلق بعمل عملكم أنتم هناك الآن كيف يبدو لكم إن شاء الله في ترتيبات معينة قادمة كيف يبدو لك عملكم وأولا يعني القول المأثور هو لأبي بكر لو منعوني عقالة بعيدة يعني من الزكاة لقاتلتم عليها هذا ممتاز يعني يعني من أجل سلطة الدولة أما المستقبل أراه طيب جدا أنت لأن لا تنظر إلى الموجود تقول لي لا زال مسيطرة على العاصمة لا زال أنظر أين كان وأين كنا ما كان بقية معنا سيطرة على الجيش سيطرة على عبدالله الصالح سلم له المؤسسات كلها المدنية والعسكرية وخرج فخامة الأخ الرئيس بثوب عماني يعني ما معا حتى حقيبة الملابس صحيح وبالتالي نحن اليوم أين أصبحنا بفضل الله عز وجل ثم بدعم إخواننا في التحالف وبتضحيات الأبطال في الجبهات اليوم عندنا حكومة شرعية وموجودة في عدان وعندنا يعني تأسس الإقصاد البنك المركزي وعندنا جيش وطني وحررنا ثمانين في المئة من المناطق ونحن على ثلاثين كيلو متر من العاصمة الموانع بأيدينا باقي شريط بسيط جدا الممرات المنافذ البريئة بأيدينا أين أصبحنا اليوم شكرا لك شيخ عبدالله شكرا جزيلا لك شكرا لضيفي وقمتها وقت الحلقة حقيقة حديث في جميل مع ضيفي الليلة في حلقة الشيخ عبدالله بن علي صعتر عضو المجلس الأعلى المقاومة في صنعاء واحد أبرز القيادات السياسية القبلية شكرا لك شيخ عبدالله أيضا مع القيادة في أقليم تهامة واحد مشايخ محافظة ريمة الشيخ سعد الجرالي شكرا لك شكرا لكم أنتم أيضا أي وليخوا المشاهدون على متابعتكم نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة